ألم بالجمهور الكريم قدمنا لكم سلسلة من الحلقات عن التاريخ المادي للحجر الأسود بيتيل بالأرامية أو بيتيلوس باليونانية أو بيت إيل بالعبرية وقلنا إن العرب كانوا يقدسون ويعظمون الأحجار المميزة مثل النيازك وكانوا يغيرونها عندما يجدوا حجرا أحسن منها عندهم ولهذا نجد العديد من الأحجار المقدسة كانت موجودة عبر التاريخ وحاولنا تقديم الفكرة العامة من تقديس هذه الحجارة جاءتني العديد من الردود التي تفاعلت مع الموضوع واعتبرت ما قدمته معلومات جديدة ومفيدة بمعرفة خلفية تاريخية للحجر الأسود ثم تقدم البعض بسؤال مهم عن شكل الإطار الذي يحفظ القطع الثمانية للحجر الأسود فما هو رمزيته؟ ولماذا يوجد فقط ثمان قطع صغيرة أكبر حجما بحجم أو أكبر حجمها بحجم التمر في حين تخبرنا السيرة النبوية أن الرسول حمل بيديه الحجر الأسود ووضعه في إزار ليرجع هسادة قريش لمكانه وأنت قلت قد في الحلقة الثانية من هذه السلسلة كان هذا الحجر محمولا على ظهر جمل ومن قبله نقل على متن عربة ذهبية من حمص إلى روما سنة 218 ميلادية نبدأ بالسؤال الثاني فالحجر الأسود قبل القرامطة سنة 317 هجرية كان كبير الحجم حمل على ظهر جمل وطوله دراع كما تخبرنا المصادر الإسلامية لكن وما بعد عام 339 هجرية يعني بعد الرجول أي تقلص حجمه بسبب الاعتداءات المتكررة على مكة وعلى الحجر نفسه فهناك العديد من الحجاج حاولوا سرقة قطع منه من أجل تبرك ومنذ أقل من قرن كان عدد القطع 15 القطع والآن بقي منه 8 قطع فقط وسلطات السعودية تقوم بحراسة حراسة شديدة وبصيانته من فترة إلى أخرى حتى لا تضيع باقي القطع التمانية الموجودة فهل هي من نفس الحجر الأصلي قبل القرامطة؟ لا نعلم بوجه الدقة لكن نرجح أنها فعلا من نفس الحجر الأصلي ونجهل ما تعرض له هذا الحجر في فترة خروجه من مكة نعود للسؤال الأول عن شكل الإطار الفضي ورمزيتي تقول المصادر الإسلامية إن أول من ربط الحجر الأسود بإطار فضي هو عبد الله بن الزبير بعدما أعاد بناء الكعبة في مكة بسبب تدررها بقصف منجنيق الحصن بن نمير ثم أعاد بناءها الحجاج بن يوسف التقفي سنة 73 هجرية بعدما قصفها هو الآخر بالمنجنيق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وأعادها كما كانت عليه وتابع الخلفاء بعده صيانة الكعبة والحجر الأسود بنفس الطريقة التقليدية وبالرجوع للتاريخ المادي نجد أول عملة لعبد الله بن الزبير تعود لسنة 63 للحكم العربي أي الهجري وقد ضربت في كرامان بإيران حاليا في حين تقول الرواية الإسلامية أنه كان في المدينة المنورة وقت وفاة معاوية سنة 60 هجرية وليهرب من بيعة اليزيد بن معاوية اعتصم في مكة وكان يحرض الحجيج ضد اليزيد وفي سنة 63 هجرية تحرك الجيش الأموي بقيادة مسلم بن عقبة المري نحو مكة لقتل عبد الله بن الزبير لو لا وفاة مسلم بن عقبة في الطريق والآن أين كان ابن الزبير هل في مكة كما تفيد الأخبار أم في كرامان بإيران شيء آخر في عملة عبد الله بن الزبير أو عبد الله الزنبيل أو الزنبيلان بحسب الأستاذ فولكر بوب المتخصص في العملات العربية القديمة فالعملة هي أكثر مصداقية من الرواية التي أتت بعد أكثر من قرن بعد الحدث وعبد الله هو لقب شرفي كما هو الحال مع عبد الله معاوية كما رأينا في نقش حمامات قدارة والحولية المارونية والسؤال الذي يجب طرحه أين كانت الكعبة أو مكة سنة 63 هجرية للحكم العربي نعود للموضوع رمزية الإطار الفضي ما معناه أولا معدن الفضة متوفر بكثرة في إيران أيام عبد الله الزنبيل كما تدل العملة فالإطار حافظ عليه الخلفاء وهو يحاكي الجهاز التناسل للمرأة فهل هذه الصدفة أم يرمز للخصوبة كما هو الحال في الديانات الوتنية القديمة كالهندوسية مثلا فنجد شكل مهبل إله شاكتي لهذا الرمز لهو يوني يرمز للخصوبة وهذا الشكل يوجد في البطراء مركز عبادة ألات لكن كانت تقدم له أو عليه دبائح حيوانية بخلاف يوني عند الهندوس ويقابله رمز الدكورة حجر لينغا الذي يمثل فحولة الإله شيفا وهذا الرمز تجده في البودية سطومبا التي تمثل بودا كما رأينا سابقا والتقاء لينغا بيوني يشكلان القوة أي قوة الوجود والخلق وهذا ما نجده في رمز الشكل بأكمله فالإطار يشبه رمز الأنوتة والحجر بداخله يرمز للدكورة وهو على شكل رأس جنين يخرج من رحم أمه يمثل قوة الخلق والولادة الجريدة فيقبله الحاج ليطلب الغفران وهذه العادة أي تقبيل الرأس كطلب العفو والغفران عادة كانت موجودة عند العرب منذ قديم وإلى الآن وقد اكتشفت فرقة من الباحثين في الآطار من معهد وادي عربة مجموعة من الأحجار تعود لـ 8000 سنة تحمل رمز الدكورة والأنوتة ويخبرنا الدكتور جواد علي في مفصله لتاريخ العرب قبل الإسلام عن اللات في الطائف كانت في مكان منارة مسجد الطائف حالياً وهي أي اللات عبارة عن صخرة قال عنها عمر بن لحي يعني في العصر ما يسمى بالجاهلي إن ربكم كان قد دخل في هذا الحجر وهذا يوافق تماماً ما قلناه عن الحجر الأسود بيتيلوس تسكنه الآلهة والحصول عليه يشكل رمز القوة وهذا ما سعى إليه الإمبراطور الروماني هيليو جابالوس عندما نقله من حمص إلى روما وكذلك الملكة زنوبية عندما نقلته إلى البطراء وعبد الله الزنبيل عندما نقله لمكة والقرامطة عندما نقلوه للبحرين للحصول على القوة والشرعية كما سبق أن قلنا من قبل وبالتالي الحجر الأسود بيتيل أو بيتيلوس يمثل ولادة الله إله الوتنية أو إله الوتني العربي من رحم اللات ولهذا جاء الإسلام ليحارب مثل هذه العقيدة الوتنية بالقول في القرآن قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ككناية عن المسيح واللات ولكن استبدل رأس الله بيمينه في الأحاديث كما جاء في الحديث عن ابن عباس شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة